أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا في الرؤى مع نظيره الموزنبيقي تجاه عدد من القضايا وتطورات الجارية على مستوى الإقليمي والدولي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس موزنبيق فيليبينيوسي أشار الرئيس السيسي إلى تطورات الموقف في ليبيا والسودان مشددا على أهمية الحوار والعمل على إيجاد حلول للتهدئة وإيقاف إطلاق النار مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إيجاد حل للأزمة الأوكرانية هناك توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على المستوى القارة وعلى مستوى الإقليمي والدولي أيضا كان فيه توافق فيما خص القضايا زي القضايا تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان وهمية العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف الإطلاق النار وأيضا الحوار هو أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة وده واضح أن ده توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول قارتنا الأفريقية وعلى غدها هي أكثر قضية حديثة اللي هنا هي قضية التطورات المتحدث في السودان أيضا تحدثنا عن موضوع الأزمة الروسية والأوكرانية وأهمية الوصول إلى حل دبلوماسي لها بعيدا عن إسرع والاقتتال وده أمر إحنا أيضا متوافقين على أن إحنا يعني ده مهم جدا أن إحنا تحسبا من أن ده يكون دي تأثيرات أكثر خطورة على الأمن والسلم الدوليين